السلام عليكم استاد زيحنا وان شاء الله النهاردة المفروضة هنشرح جزء من الباب الخامس هو احتلال فرنسا لمراكش. طبعا طالما قلت مراكش انت عرف ان مراكش هي المغرب. فقال لك الجزء بتاع النهاردة هو احتلال فرنسا لمراكش من غير مكتب العنوان انت عرف عنوانك عنوان درسك الوهاب الرابع درس في الباب الخامس احتلال فرنسا لمراكش. قال لك بس خلي بالك ان مراكش بحكم موقع جغرافي كانت من زمان جدا مطمع كل البلاد الإستعمارية قالك عشان مراكش كان موقع الجغرافي المتميز يعشان المغرب كان موقع جغرافي المتميز عشان في أما ذي قابل طارق والحكاة اللي أنت فهمينها مالجغرافيا دي فبحكم الموقع الجغرافي المتميز للمغرب ده خلى كل الدول الاستعمارية كانت طمعنا فيها زي مثلا سنة 1500 1978 كان في دولتين عايزين يجيدي احتلوا المغرب الدولتين دولهم أسبانيا ولبرتغال فقاروا يجي احتلوا المغرب 78 ميلاديا تاني قالك أسبانيا والبرتغال فكروا يولي احتلال المغرب سنة 1578 ميلاديا ده اللي خلى حاكم المغرب في الوقت ده كان اسمه المنصور السعدي المنصور السعدي حاكم المغرب كان لازم يدافع عن دولته ضد الاحتلال الأسباني البرتغالي ما الأسباني والبرتغال طمعونين عايزين يحتلل المغرب هنا حاكم المغرب قالك أنه لازم يقف ودافع عن دولته ده اللي خلى حاكم المغرب يخش ضد أسبانيا والبرتغال معركة اسمها معركة وادي المخازن سنة 1578 يبقى لمحد يجيسأل لمعركة وادي المخازن سنة كام 1578 اطراف معركة وادي المخازن منهم مين قالك المغرب ضد اسبانيا واربولتغال طيب مين يا مستر في الوقت ده حكم المغرب حكم المغرب في الوقت ده واحد اسمه المنصور السعدي المنصور السعدي يخش معركة وادي المخازن ضد اسبانيا والبرتغال علشان يحمي دولته اللي هي دولة المغرب انتهت المعركة دي بايه انتهت المعركة دي برقم واحد انتصار المنصور السعدي المنصور السعدي لما انتصر وكسب اسبانيا والبرتغال هو كده ما انقصش المغرب بس هو كده انقص المغرب وانقص كل بلاد شمال افريقيا يبقى لك المنصور الساعدي لما كسب هو كده ما انقذش المغرب بس هو كده ما انقذ المغرب وكل بلاد شمال افريقيا معده منطقتين معرفش ينقذهم المنطقتين دول هم سبتة ومليلة قالكم معده منطقتين سبتة ومليلة فضلت سبتة ومليلة تحت السيطرة الازبانية يبقى لك المنصور الساعدي لما دخل معركة قد المخازن ضد الازبانية والبرتغال عالف ينقذ المغرب بحيث? عالم ينقذ المغرب حين يعرف اينقذ المغرب كلها كانت بت assimilar حيث انكز سبتة ومليلة تسألك السؤال هو المنصور السعدي عندما دخل معركة مخازم و arrangements asbania والبرتغال انقذ المغرب بس هو انقذ كل بلادي شمال افريقيا ومجد دمع المنطقي universities اسبتة ومليلة متعرفة خرمitet حانات سبتة والاسبانية كيف يبقى أن تostaك فgoing اول مرة الذ pollution gegenüber اول مره كان ال pierفير أسبانيا أول مرة التواجد أوروبي ما موجود في المغرب كانت موجودة دولة أسبانيا كانت محتلة إيه سبتة ومليلة أسبانيا يا جماعة كانت موجودة في المغرب تواجد عسكري لما حد يجي يسألني أسبانيا كانت موجودة في المغرب إزاي أسبانيا محتلة سبتة ومليلة يعني تواجدة هناك كانت تواجد إيه عسكري يبقى أول مرة الأوروبيين كانوا موجودين في المغرب كانوا موجودين بشكل عسكري أو موجودين تواجد عسكري سنكرت أسباني محتلة ما تقتين وما سبتة وايه؟ ثم المليلة قاله في العصر الحديث اللي هتفكر تاخد المغرب هي فرنسا قالت فرنسا فكرت ان هي بتاخد المغرب قالت من الظروف اللي هتخلي فرنسا تاخد المغرب ايه هي الظروف التي سعدت فرنسا انها تاخد المغرب قالت مغرب انا أخش عندك مفيديمي مشروعات اهي فرنسا قالت للمغرب انا اخش عندك اعملك ايه مشروعات واقدم لك الخبرات واقدم لك ادوات التحديث طب حبيب قلبي فرنسا قالت للمغرب انا اخش عندك اعملك مشروعات واقدم لك خبرات واقدم لك ادوات التحديث لكن انت مش فاهمه ان فرنسا علشان تعمل مشروعات محتاجاتها خد امتيازات يبقى فرنسا قالت لايه قالت للمغرب انا اخش عندك اولت لحكام المغرب انا اخش عندك عمل لكم مشروعات بس انا عايز اخبرات عايز امتيازات يبقى فرنسا تخش المغرب تعمل ايه مشروعات بس فرنسا عشان تعمل مشروعات اعيز تاخد ايه امتيازات بوس يا ابن الكلمه اللي جاه دي فرفض حكام المغرب اعطاء اي امتيازات لفرنسا حكام المغرب رفضوا قال ان احنا مش بقفين Guru ايا اي امتيازات فاللي حصل ان فرنسا فرضت عليهم معاهدة اسمها معاهدة الامتيازات سنة 1767 بص الكلمة فرضت فرضت عليهم معادة الامتيازات فرضت فرنسا عليهم معادة الامتيازات سنة 1767 يعني فرنسا استخدمت معامل القوة فرنسا استخدمت معامل السيطرة عشان تفرض عليهم معاهد يعني كيف فرنسا استخدمت معامل القوة اريد تقول لا انا اخش عندكم وعملكم مشروعات غزبة عنكم واخد امتيازات منكم وغزبة عنكم فلك فرضت فرنسا على حكام المغرب معاهدة اسمها معاهدة الامتيازات سنة 1767 يبقى تاني يا من الله كريمك قلت لك هو فرنسا عايزة تخش المغرب تعمل عندهم مشروعات بص فرنسا هتخش تعمل مشروعات في المغرب يعني هتقدم لهم ايه الخبرة هتقدم لهم الادوات بس فرنسا عشان تعمل مشروعات ترد معايا عايزة ايه امتيازات انا تلوم سهلول الدنيا شوية حكام المغرب برفض انهم بدوا فرنسا ايه امتيازات ففرنسا فرضت عليهم استخدامة معاهم الكوة قلت لهم لا انا هخش عندكم واعمل امتيازات فعليك فرنسا فرضت عليهم معادة الامتيازات سنة 1767 تاني حاجة سهلت لفرنسا احتلال مراقش لما كانت فرنسا او مثلا بص لك على حاجة هنا المغرب وهنا الجزائر هناك معايا الرسمة دي هنا المغرب وهنا ايه الجزائر مين كانت محتلة الجزائر اللي كانت محتلة الجزائر هي مين فرنسا او هنا الجزائر وهنا المغرب ولي كانت محتلة الجزائر هي فرنسا ودي الحدود ما بين الجزائر والمغرب او دي الحدود اهي بين الجزائر والمغرب يبقى الجزائر هنا والمغرب هنا ودي الحدود اللي بين الجزائر وبين الايه المغرب وفرنسا محتل الجزائر قالك اي حدثة اي حدثة اي مشكلة بتحصل على الحدود بين الجزائر والمغرب مين بتتدخل فرنسا مش دي الجزائر رد علي اقول اه تمام وين الايه المغرب ودي الحدود اللي بين الجزائر والمغرب فاي حدثة بتحصل على الحدود ما بين الجزائر ومن المغرب من بتتدخل؟ فرنسا فرنسا كان بتتدخل في أي حادثة بتحصل على حدود بين الجزائر والمغرب هل فرنسا بتتدخل حبا في الاتنين؟ لا فرنسا بتتدخل عشان تسيطر على بعض الأماكن في المغرب زي ما سيطرت على منطقة سما هنا المغرب فرنسا بتخشت سيطرة على بعض الأماكن إزاي من سيطرت على منطقة سمع كلامبي إيه بشار في blossom المنطقة سيطرت عليها فرنسا في المغرب ومنطقة هي كلامبي بشار فرنسا سيطرت على زين منطقة المنطقة في شر LINمغرب Pub peux真ال في شرئ المغرب باقول ليك الحدود هنا المغرب منطقة كونب بشار هنا باكل universumベشار هي فahane هي شرق المغرب ده قالي فرنسا based on the fascism اللي فتح ص morgenovo土 بين الجزائر وبين المغرب فشان تخش تسيطر على بعض الأماكن فقال لك العوامل اللي سهلت لفرنسا ان هي تحتل المغرب بأول حاجة قلت لهم انا عايز اعمل عندكم مشروعات انا هقدم لكم خبرة هقدم لكم ادوات بس فرنسا عشان تقدم لهم خبرات عايز تاخد ايه؟ امتيازات فحكام المغرب رفضوا انهم يدوا امتيازات حكام المغرب قالوا لا لا احنا مش هديك امتيازات ففرنسا فرضت عليهم معاهدة امتيازات اسألك سؤال هي فرنسا اول من فكرات تخش المغرب دخلت عسكريا ولا اقتصاديا جدع يلا دخلت اقتصاديا عشان قلت لهم عايز اعمل عندكم ايه؟ مشروعات يبقى فرنسا اول من فكرات تخش المغرب دخلت اقتصاديا لما قلت لهم ان عايز اعمل عندكم ايه؟ مشروعات فيها مشكلة حد دين يا نجم فقال لك العوامل اللي سهلت لفرنسا احتلال المغرب اول حاجة دخلت المشروعات اللي هي داخل الاقتصادية تاني حاجة لما كان بيحصل اي حادثة على حدود بين الجزال والمغرب كان بيتدخل يعني فرنسا قول ما دخلت المغرب دخلتها من ناحية الشرق هي فرنسا قول ما دخلت المغرب دخلتها من ناحية الشرق زي مصور انتكير احنا نحيه بغرب لا يا Valley انا قصدي شرق المغرب هي قول ما دخلت دخلت الشرق اللي ايه؟ المغرب طب تمام حتة اللي بعدها فرنسا عشان تنفرد بالمغرب كانت لازم تعمل صفقات استعمارية او قالك فرنسا عشان تنفرد بالمغرب كانت لازم تعمل حاجة اسمها صفقات استعمارية مستر يعني ايه كلمة تعمل صفقات استعمارية تاخد موافقة الدول الكبرى يبقى فرنسا عشان تنفرد بالمغرب كانت لازم تعمل صفقات استعمارية يعني ايه كلمة تعمل صفقات استعمارية يعني تاخد موافقة الدول الايه الكبرى زي ايه قالك هوا سنة 1902 عملت صفقة مع ايطاليا فرنسا سنة 1902 عملت صفقة مع مين مع إيطاليا لما قالت لإيطاليا أنت أتغذي ليبيا والسمينة ناخد لإيه المغرب بعد كده فرنسا سنة 1904 عملت مع انجلترا حاجة اسمها الوفاق الوددي طبعا فاكرين الوفاق الوددي بتاع البابة لإيه التالت والله إيه ولا أنت فاكر حاجة فرنسا عملت مع انجلترا حاجة اسمها الوفاق الوددي سنة 1904 لما قالت لانجلترا خدي أو انفردي مصر وسمينها ناخد المغرب اللي هي مراكش ثالث صفقة عملتها عملتها مع أسبانيا لما قالت لأسبانيا خدي منطقة الريف المغربي وسمينها ناخد بقية المغرب ومراكش فاللي حصل ان فرنسا عشان تنفرد بمراكش كانت لازم تعمل صفقات استعمارية يعني كلمة تعمل صفقات استعمارية انها تاخد موافقة الدول الكبرى يبقى تاني فرنسا عشان تنفرد بمراكش كانت لازم تعمل صفقات استعمارية يعني كلمة تعمل صفكات استعمارية ان هي تاخد موافقة الدول الكبرى فاخدت موافقة تلات دول او عملت صفكات مع تلات دول ممكن بدل كلمة صفكات يقول لي مساومات مساومات النار بساومك حد اصاد حاجة ففرنسا اول صفكة عملتها واول مساومة عملتها كانت سنة 1902 عملتها مع ايطاليا اللي مالت لإيطاليا خدي ليبيا واسمنا اخو مراكش 1904 عملت مساومة مع انجلترا وعملت صفكة مع انجلترا لما قالت انجلترا خدي مصر واسمنا اخو مراكش بعد كده عملت صفكة مع اسبانيا لما قالت اسبانيا خدي منطقة الريف واسمنا اخو مراكش فقاشي فيها مشكلة حدنا طب تمام اسألك بقى سؤال وتعالنا نحلل الحتة دي الحتة دي جماعة فيها خمس ست اسئلة جواها بس عايزي ان نحلل الحتة دي كويس ونحللها صح ريستار اسألك اول سؤال فرنسا عملت صفكة مع ايطاليا ليه عشان ايطاليا كانت دولة استعمارية ايه فرنسا عملت صفكة مع ايطاليا عشان كانت ايطاليا دولة استعمارية بعد كده عملت صفكة مع انجلترا ليه عشان برضو انجلترا دولة استعمارية يبقى فرنسا عملت صفكة مع ايطاليا عشان ايطاليا دولة استعمارية وعملت صفكة مع انجلترا عشان انجلترا كانت صفكة دولة استعمارية طب عملت صفكة مع اسبانيا ليه أزبانيا ليس دولة استعمارية أزبانيا في القرن العشرين لم تكن دولة استعمارية عملت صفقة مع أزبانيا ليه؟ لأن أصلاً أزبانيا موجودة في منطقتين موجودة في سبتة ومليلة اللي هم موانئ المغرب قال لك عملت صفقة مع أزبانيا لأن أصلاً أزبانيا موجودة في المغرب موجودة في حتة اسمها سبتة ومليلة اللي هم أهم موانئ المغرب يبقى عملت صفقة مع إيطاليا عشان إيطاليا دولة استعمارية فعاملت الصفقة مع انجلتر عشان انجلترا ف nimmt دولة استعمارية فعاملت صفقة مع اسبانيا لا مeffectiveان من دول فيها استعمارية هي عملت صفقة مع اسبانيا علشان اسبانيا موجودة في المغرب عملت صفقة مع اسبانيا عشان اسبانيا موجودة ايه هو امي غير مغرب فيها مشكلة حدنا هو سؤال ظاقيو لا يجب السؤال ده 3 صفقة مفيد تونافئةquent اليهم دولة استعمارية كانت آمن من الماكيد generations كان دولة اللrosة محققتها كانو من المعلم ووجود بأني خ BI الدولة دي هي دولة إيه؟ إيطاليا يا حيب قلبي الصفقة دي الصفقة دي حققت مطمع إنجلترا وحققت مطمع فرنسا وحققت مطمع إيطاليا لكن أكتر دولة كالنفسها تحتلق أي منطقة هي دولة إيطاليا قالك طبعا الصفقات الاستعمارية عملتها فرنسا مع الدولة الكبرى عشان تنفرد من المغرب هذه الصفقات اللي عملتها فرنسا كلها أدت إلى غضب إنجلترا كل الصفقات اللي عملتها فرنسا كل الصفقات اللي عملتها فرنسا ومعديها للكبرى أدت إلى غضب ألمانيا ما عليش حاكم عليها في بقى ثاني كل الصفقات اللي عملتها فرنسا ومعديها للكبرى عشان تفيرت بمراكش أدت إلى غضب ألمانيا قال لك ألمانيا كانت متضايقة من كل هذه الصفقات اللي عملتها فرنسا ومعديها للكبرى ألمانيا متضايقة ليه؟ ألمانيا مدايقة عشان حاجتين رقم واحد استبعاد ألمانيا من هذه الصفقات إنهم استبعادوا ألمانيا من هذه الصفقات لا يحمل صفقات استعمارية قمتها عندما قسموا الترطة بتاعت الوطن العربي لا يحمل المانيا لديها أي حتة قال لك فرنسا بدأت الصفقات استعمارية و قمتها ابن إيطاليا و قمتها� охانجلترا و قمتهاب أزبانيا وasonic لم يحمل أي منطقة هذه الصفقات أصعرت غضب ألمانيا حومي سنتستبعد ألمانيا من هذه الصفقات ثاني شي إن ألمانيا كانت كلما تعمل مشروع مع الدولة العثمانية Wave instantالية فرنسا کی оружيوان كلما المانيا ت يتجرب تجرب مشروع وأنها تستمر خلاف أعدار الاغثمانية ان هم هيمدوا الخط. يعني كلمة تمدوا الخط? هو الخط بمرلين لبغداد. كانوا هيمدوا الخط لحد حد حت اسمها. قازمة. في الكويت. قلنا يا كان هيمدوا الخط لحد حد حت اسمها قازمة فين? في الكويت. يبقى المانيا كلما تعمل مشروعة مع الدالة الاغثمانية. انجلترا. وفرنسا يخشوا يخربوا المشروع دا ويبوزوا. زي مد خط mother說 خط سكة حديد برلين بغداد. مادي خط سكة حديد برلين ايه? Warner دا يميدون لحد فين؟ لحد قازمة في الكويت مين بوزت المشروع ده؟ انجلترا بوزته إزاي لما عملت اتفاقية مع الأسرة اللي تحكم الكويت اللي ياسمع اتفاقية أو أسرة آلة الصباح يبقى انجلترا راحت لأسرة آلة الصباح اللي تحكم الكويت وقالت لهم بعد إذنكم ما تقفوش على المشروع فانجلترا أول حاجة بوزت مشروع لألمانيا مع الدولة العثمانية المشروع ده هو مد خط سكة حديد برلين بغداد لحد قازمة في الكويت مين بوزت المشروع اللي بوزت المشروع عن انجلترا؟ لما عملت اتفاقية مع أسرة اسمعات في أسرة آلة الصباح اللي موجودة في الكويت بعد كده في مشروع تاني خط سكة حديد من حجاز لدمشك لطابة هو كان في خط سكة حديد تاني من حجاز لدمشك لطابة طبعا احنا عارفين طابة موجودة فين؟ في مصر فعليك فيه خط سكة حديد من حجاز لدمشك ومن دمشك لطابة والطابة دي موجودة فين؟ في مصر اللي الادغت على المشروع هي انجلترا médiلي الن contributions انجلترا استعرض عشان يتخاف على مصارحتها مثل التي موجودها في منطقة قنات مصائحاتços المانيا marketplace تتبع جدا شيئاً لم يجب أن يهل أمام väldigt هذه العربات ل試 itís أمام المانيا أنفذ فرنسا أحمد مغرب أمام المانيا أنفذ حتى استبعدوا من الصفقات الاستعمارية أنت بالفهم أمام المانيا ليست صعب engage في المغرب ألمانيا متضايق عشان هما استبعدوها من الصفقات إنهم هما مدواش منطقة طيب أسألك سؤاله أنت تردوا وردت صح يبقى أنت فاهم لهم ما كانوا يدوا ألمانيا أي منطقة هل ألمانيا كانت تعترضت؟ لا ألمانيا معترضة عشان هما استبعدوها من الصفقات الاستعمارية ألمانيا مش معترضة عشان هي حبة المغرب أو بالدفع المغرب ألمانيا متضايق عشان هما استبعدوها من الصفقات فقالت كمان ألمانيا كانت كلما تعمل مشروع مع السلطان العثماني كان انجلترا فرنسا يبقى وزرها المشروع ده زي مد خط سكة حديد برلين بغداد كانت خط سكة حديد من قوة برلين لحد ايه بغداد كانت المانية هتعمل مشروع مع الدولة العثمانية انها هتمدوا لحد قازمة في الكويت لكن طبعا في الوقت ده انجلترا دخلت عاملة اتفاقية مع اسرة الى الصباح اللي بتحكم الكويت وبوزت المشروع تاني مشروع خط سكة حديد برضو من حجاز لدمشكل طابة مين بوز المشروع اللي بوز المشروع هي انجلترا ليه لان انجلترا كانت محتلة مصر يعني انجلترا بوزت المشروع عشان هي كانت محتلة مصر انجلترا مش محتلة مصر كانت شعرف انت بوز المشروع فلكن انجلترا بوزت المشروع عشان كانت محتلة مصر وكمان شاكت خايف على مصاريحة في كنات السويس فاعلن وليام الثاني قيصر المانيا حاكم المانيا اللي هو وليام الثاني اعلن صراحة لك يا جماعة معترض على كل الصفقات الاستعمارية اللي عملتها فرنسا عشان تنفيرن بالمغرب. وليام التاني كايسر المانيا لك يا جماعة معترض ان فرنسا تاخد المغرب اصلا. فوليام التاني كايسر المانيا دعا كل الدول الكبرى لعقده مؤتمر. اسمه مؤتمر الجزيرة سنة الف وتسعمائة وستة. يبقى لك مؤتمر الجزيرة كان سنة كم? كان سنة الف وتسعمائة وستة. من اللي دعال هذا المؤتمر هو وليام التاني. شغال ايه وليام التاني ده كايسر المانيا. حاكم المانيا وليام التاني اعترض على كل الصفقات الاستعمارية اللي عملتها فرنسا عشان تنفيرن بالمغرب. اسألك سؤال. هو وليام التاني ده معترض حبا في المغرب وانا ما الدعا عشان اتبعضوين من الصفقات. لا اتبعضو من الصفقات. فولیام التاني دعا كل الدول لالي كل الناس يا جماعة تعال ونعمل مؤتمر الجزيرة. الف وتسمائة وستة اوال الكاردن بعشرين. طب يا عما وليام انت عمل مؤتمر ده ليه? قالك نعمل مؤتمر. رقم واحد النظر في المسألة المراكشية. نشوف ايه الي خلا فرنسا تروح تحتها للمغرب. كل Vadim say ap man adopt a للنظر في المسألة المروكشية. يعني كلمة للنظر في الم nós للم sup'? او ليه تخذ فرنسا افضل المغرب? يبقى ثاني مؤتمر الجزيرة اللي دعه لي وليم الثاني حاكم ألمانيا كمان شو قايا اسألك مين اللي دعه المؤتمر الجزيرة يعني ايه كلمة دعها اللي قال للناس كلها انتم اللي دعه لهذا المؤتمر هي دولة ألمانيا ليه للنظر في المسألة المراقشية اللي هما يا جماعت عايزة بص اللي خلى فرنسا تروح تحتالي للمغرب تاني حاجة بسبب استبعاد ألمانيا من الصفقات الاستعمارية عملوا صفقات استعمارية يقسموا فيه الوطني الاعربي استبعدوا ألمانيا طب أنا أسأل سؤال والسؤال ده لو أنت جاوبته يبقى أنت فهم شوية السؤال بيقولك كان فيه سببين خلوه يعمل مؤتمر الجزيرة فيه سببين خلوه ألمانيا تعمل مؤتمر الجزيرة السبب الأول النظر في المسألة المراقشية السبب الثاني استبعد ألمانيا من الصفقات إيه من دول سبب ظاهري وإيه من دول سبب حقيقي إيه السبب الظاهري اللي واخد حجة وإيه السبب الحقيقي اللي من جواها فعلا مدايقة من وافع على حضور المؤتمر قالك اللي وافع على حضور المؤتمر هو السلطان عبدالعزيز حاكم المغرب اللي كان بياخد في الوقت ده لقب اسمه لقب امير المؤمنين طب حبيب قلبي السلطان عبدالعزيز حاكم المغرب وافق ان هو يحضر المؤتمر انا بقى اسألك سؤال من عامل المؤتمر دولة ايه المانيا عاملها عشان تبص في المسألة المراقشية اللي هي محتلها فرنسا يبقى عاملها ضد دولة ايه فرنسا فقال لك اوه المانيا عامل المؤتمر ضد فرنسا المانيا ويراح للمؤتمر هتاخد معها دولة صحبتها هي دولة النمسا فرنسا ويراح للمؤتمر هتاخد معها ضد طبعا صحبتها هي دولة انجلترا يبقى المانيا راح المؤتمر عاملات قد فرنسا المانيا ياخد معها النمسا فرنسا ياخد معها انجلترا قالك ايه بقى لم يكن موقف النمسا مع المانيا بنفس قوة موقف انجلترا مع فرنسا هقولك الجملة دي تاني لم يكن موقف النمسا مع المانيا بنفس قوة موقف انجلترا مع ايه مع فرنسا يعني النمسا ما قفتش مع المانيا زي ما انجلترا كانت وفع مع مين مع فرنسا فبالتالي اسأل بقى سؤالين بسرعة كده من اللي خرجت من مؤتمر قوية اللي خرجت من مؤتمر قوية يا فرنسا طيب مليت نفسها وحيدة معزولة هي ألمانيا تمام؟ تعلي بقى ناخد حتة دي كده تاني مع بعض المؤتمر ده نجمس معنى كان اسمه مؤتمر الجزيرة كان سنة كام 1906 من اللي عامل المؤتمر ألمانيا العاملات ضد مين؟ فرنسا طيب باشا من اللي خرجت قوية من المؤتمر فرنسا من خرجت ضعيفة ألمانيا أول ما فرنسا خرجت قوية اكتاحت مراكش يعني كلمة اكتاحت مراكش دخلت مراكش كلها تاني حاجة فرنسا عزلت السلطان عبدالعزيز قلت له تعالى عبدالعزيز مش أنت كنت قاعد فرحان ووفقت على المؤتمر والله أنا نحزليك فالك فرنسا عزرت عبدالعزيز مش عبدالعزيز ووفق على مؤتمر الجزيرة اللي معو bisogد فرنسا فقبت فرنسا بعزل السلطان عبدالعزيز وعيرت مكانه واحد اسمه مولاي عبدالحفيز طب أسألك سؤال هي فرنسا عزلت عبدالعزيز عشان ألمانيا فشرت في المؤتمر طب لو ألمانيا كانت يالي كذبة المؤتمر هل كانت عارفة تأذل عبدالعزيز لا يبقى عبدالعزيز لت عزل بسبب أن ألمانيا فشرت في مؤتمر الجزيرة طبعا مؤتمر الجزيرة كان سنة كام 1906 ألمانيا مش هتسكت ألمانيا تحول مرة تانية سنة 1911 نيتوقف فرنسا وقالك حاولت ألمانيا مرة تانية سنة 2011 غيره توقف انطلاقة فرنسا في مراكش حاولت توقف دخول فرنسا في مراكش يا أwards الميا دخلت بالفعل أريد أن تخ jer munitions وقالك فنسأل مرة تانية سنة 2011 حاولت تحد من الانطلاقة الفرنسية في مراكش فألمانيا قررت تدرب ميناء اسمه ميناء أغادير ميناء أغادير ده هل ميناء أغادير ميناء موجود في جنوب غرب المغرب ميناء أغادير معناه باللغة العربية لحسن المانية طيب مصر ميناء غدير ده فيه ايه ميناء غدير ده اللي فيه السفن الفرنسية اهو براش نكتبه هنا ميناء غدير هو الميناء اللي فيه السفن الفرنسية يبقى المانيا المرة التانية سنة 1911 عايزة توقف انطلاقة فرنسا في مراكش عايزة تطلع فرنسا برا مراكش فالمانيا قررت تروح تدرب الميناء اللي فيه كل السفن الفرنسية سنة 1911 الميناء ده اسمه ميناء غدير يبقى ميناء جديل في السفل الفرنسية مين هتروح تيجي مع السفل الفرنسية ألمانيا قالك ألمانيا أرسلت قطعة بحرية وقطعة بحرية كبيرة عليه صوريخ علشان تروح تضرب فرنسا بس لما رحت لك مرقتش فرنسا لوحدها لقيت فرنسا معها انجلترا اللي أنا عارف ان الاتنين دول اسمهم دول الوفاق يبقى ألمانيا لما رحت تضرب فرنسا مرقتش فرنسا لوحدها لقيت فرنسا معها انجلترا فطبعا فرنسا وانجلترا هزموا ألمانيا وألمانيا فشلت في ضرب فرنسا ليه بسبب أنها لقيت مواقف صلبة من فرنسا وانجلترا ففرنسا رحت لألمانيا هتلابوا ليك يا ألمانيا مالك محروقة مني ليه انت مالك تعمانة مني ليه كده أنا حاسك محروقة مني يا مصور منتي يا رب السور ميلف حورين رقبتك لحد ما يخلقني فرنسا رحت لألمانيا هتلابوا ليك يا ألمانيا ملك مصرومة مني ليه για من دايقة مني كده ليه مصوري منت من دايقة ألمانيا التي اتلا Rachpaё فرنصا أمت قسمت الوطن العربي كله وهنا مخبتش أي حتة الدينية أي حتة من التورتا الدينية أي حتة من وطن العربي ف بها فرنصا اتلاقي صح ألمانيا عندك حق والللي بس ألمانيا التورتا البيضة اللي فوقه لا خلصت ، كل الكريمة اللي فوقه خلصت مصر الجزائر تونس المغرب ليبيا كل الكريمة خلصت المانيا اطلاقه مش مهم انا اصلا ما بحبش الكريم انا بحب الليه؟ الشوكالاتة فلك تنازلت فرنسا لألمانيا عم منطقة اسمها منطقة الكونغو الفرنسية فرنسا قررت لألمانيا طيب قولك انا عندي منطقة كده كويسة اسمها منطقة الكونغو تغليها المانيا تلاقاي وهي حلوة قوي انا اراضيها باي حاجة انا اصلا ما عنديش نواية لان انا استعمل منطقة لانفسي في اي منطقة وخلاص يعني انا مش بخطط لمنطقة معينة فرنسا تنزلت لألمانيا عن منطقة صباح منطقة كونغول الفرنسية واكتفت ألمانيا بذلك يعني كلمة اكتفت ألمانيا بذلك ألمانيا قلت لك ألف حمد وشكر لك رب أنا موافقة على منطقة كونغول الفرنسية يا بنت الكلب يا رخيصة يا ألمانيا يعني أنت عاملة نوعش ده قوله شعنية منطقة ألمانيا قلت لك أنا موافقة بأي منطقة ففرنسا تنزلت لألمانيا عن منطقة صباح منطقة كونغول الفرنسية فألمانيا وفقت أن فرنسا تنفرد بمراكش ألمانيا وفقت أن فرنسا تنفرد بمراكش فساعتها فرنسا أعلنت الحماية على مراكش سنة 1912 فرنسا أعلنت الحماية على مراكش سنة 1912 فرنسا أعلنت الحماية على مراكش سنة 1912 بعد ما ألمانيا وفقت يبقى فرنسا أكتب الحتة دي فرنسا اعلنت الحماية على مراكش سنة 1912 بعد الاتمأنان لعدم وجود اي معارضة دولية لها قال لك فرنسا اعلنت الحماية على مراكش سنة 1912 بعد ما اتطمنت انه لا يوجد اي معارضة دولية لها وبعد ما اتطمنت انه لا توجد اي دولة تعرضها أولا من الدولة الوحيدة التي كانت Marchegخر 때 فرنسا بين 2005 أعليه Здесь أعلينات الحماية على مراكش في سنة 1912 بعد ما تتطعم التي لم يكن هناك أي دولة إليها لأن الدولة الوحيدة التي كنا اعيضها في الوقت هذه الساعة وقال لان فرنسا استضارها منطقة كونغو كيف أعليها الذي عنات الحماية على مراكش في سنة 1912 وهو منطقة الريف من وقتها أسبانيا لأنه الش mestكانت وقتها أسبانيا وهتأخذها مع السحراء سابق معتها حتاة في المغرب يسمعها طانجا طنجة تحت إدارة دولية إنجلترا قررت احد ياخد طنجة وليer أنا ولا فرنسا والألمانيا ولاLneamson ولا أي حد طنجة تحت إدارة دولة يعني أكثر من الدولة يحملي طنجة لمward��� إنجلترا؟ لماذا طنجة مات اخذها؟ إنجلترا قررت لك لماذا طنجة؟ هي المفتاح الجنوبي لمضي الجبل طارق ومضي الجبل طارق هو المفتاح الغربي للبحر المتوسط وهناك مستعمرات إنجلترا أو هناك مصالح إنجلترا أنجلترا قالت أن vraag girl didn't share a group food without corrupt لم أقوم بها Who Vargi If they Dev Shakara فإنجلترا corrupt ومنعت أن أي دولة داverbs activity ت marshmallow سواء هي أو فرنسا أو ألمانيا أو النمسا أو إطاليا إنجلترا قال لي But google والله محد واخدها إنجلترا ق Squ continua تبقى تحت أدارة دولية يبقى الاعترضت وقالت إنجلترا تبقى between Enَجلترا محدش ياخدunnarettes تبقى تحت هدارة دولية طبعا أهم حثةة في الدرس وهو كفاح الشعب المغربي الشعب المغربي تكافح قام بك عندما اقول إليها من اخذ مق الريف بدا قام بت merc Song بالنسبان إليك Gutmann لأن مين كان اخذت المنطقة When We niye at night vol and our people فالك أول من المقاومة بدأت ب可以andreet بمقاومة العنوز mmm technological rocket يعني المقامة هنكنت بالأسلحة قال الشعب المغربية وأول مكافح كاف في منطقة الريف الاسباني و 가능 those who can use their مقاومة منطقته الريف هو الامير محمد عبد الكريم الخطابي يبقى أول واحد قام في منطقة الريف هو الامير معامل عبد الكريم الخطابي والمكاومة في منطقة الريف Иد at birth everyday بدأت 82 anyone after King's war on the war فى الفترة كانت 222 حد 1926 المكاومة في منطقة الريف اخذت شكل العسكري عنيف بقيادة الامير معامل عبد الكريم الخطابي لكن طبعا لقد انتحالفت اسبانيا مع فرنسا وتم القضاء على مقامة الريف في الع في مصر حاول انجلكترا توقع بين المسلمون والأجباط وهذا الذين يتبعوا سياسة اسمها سياسة فرق تسود فرق تسود ان هم في المغرب حاولوا يقع بين العرب والبربر في مصر حاولت انجلترا توقع بين المسلمين والأجباط وقف عند الحتة دي شوية الحتة دي كده شد عندها خط وقف عندها شوية حتى نجد تحتار تربعة سئلة تقريبا قال لك كيف حاول ما بدأ؟ رد معي كيف حاول ما بدأ؟ بدأ امتى بعد الحرب العالمية الأولى؟ بدأ في منطقة ايه؟ بدأ في منطقة الريف الأسباني قاومه سلما وليه عسكريا fist commentary والمقاومة اخذت شكل عسكري عنيف واللي كانوا يقاوم ولأمير من؟ محمد عبدالكريم الخطابي اول سؤال اسبابة لخ الامير محمد عبدالكريم الخطابي ده ده بيتشابها مع من من الشخصيات؟ الامير محمد عبدالكريم الخطابي بيتشابها مع واحد اسمه المنصور السعلي بيتشابها معه أن التنين بيقاموا ايه؟ اسبانيا Wow هنا concepts back б وده هنا في منطقة الريف يقام اسبانيا فالأمير محمد عبد الكلم الخطابي لو ايتشابه مع حد فهو ايتشابه مع مين مع المنصور السعد اللي انتين استخدموا القوى العسكرية والاتنين بيقوموا أسبانيا طب باشا فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى حاولوا توقع بين مين ومين بين العرب والبربر اللي هي سياسة اسمها سياسة فرق تسود خلي بالك احنا طبع معنومة كلنا عرفينها من تانية سنوية اللي هو المنج اللي محاجة شوك نكمله ده اللي هو قل أجه نصه ان البربر هم سكان المغرب الأصليين البربر هم سكان المغرب الأصليين والعرب هم اللي جمع المغرب وقت الفتح الإسلامي البربر هم أصلهم أصلا من المغرب والعرب هم أصلهم العرب اللي جئين من شبه الجزيرة العربية فالمغرب فيها أصول عراقية ناس أصلاها عرب وناس أصلاها بربر يعني سكان المغرب هم سكان المغرب اللي هم البربر هم الناس عايشة معهم سموم العرب فرنسا حاول توقع بين العرب والبربر اللي هي سياسة اسمعة سياسة تفرق تسود وقع بين الناس انت لا تكسب وحاولوا يستخدموا في هذه التفريقة الأصول العراقية يبني هو أصل كل واحد أصل العراق بتاعك انت أصلك فين أصلا؟ إن هم يفرقوا بين الأصول زي ما انجلترا حاولت تعمل فتنة بين الأديان في مصر إنها توقع بين المسلمين والمسيحين دي سياسة بيتتبع الاستعمار زي ما اتبع في مصر سياسة تتبع بين المسلمين والمسيحيين اللي هي سياسة الدينية إن تم يحاول فيها أفترضنوا أنزاء ايزائي سياسة العراقية لو short late for the first event أعقدت بعد الحرب العالمية محمد العبدالكلام الخطابي بسبيل قاسStop يكافح في أفت BEREN دعو مه sustained ثاني مرة شعب المغربي يكافح سن يكافح في أثناء الحرب العالمية او تاني مرش الشعب المغربي هيكفح هيكفح اسناء الحرب العالمية التانية هيكفح اسناء الحرب العالمية التانية ازاي ان كان بيحكم في البوقت ده المغرب واحد اسمه السلطان محمد الخامس او محمد الخامس ده اللي كان بيحكم المغرب طب استر محمد الخامس ده من العرب او من بربر محمد الخامس ده حبيب قلبي من العرب او بكتب لك معلومة ليك اشان ان تلك المغرب فيه عرب وبربر استلطان محمد الخامس اسناء الحرب العالمية التانية ده كان بيحكم المغرب ذكروا واحمل العرب السلطان محمد الخامس في الحرب العالمية التانية هساعد فرنسا السلطان محمد الخامس في الحرب العالمية التانية هساعد مين انجلتورة وفرنسا لقومك رسموهم دول الحلفاء طيب مستر محمد الخامس هساعد فرنسا ليه ده فرنسا محتل لبلده محمد الخامس هساعد فرنسا ليه فرنسا محتل للمغرب هيساعدها ليه محمد الخامس حاكم المغرب كان زكي قال لك أنا إيه؟ هساعد فرنسا في الحرب العالمية التانية على أمل أن فرنسا لما تكسب تقدر موقفه وتقدر لانا وقفت معها وتقدر لانا وقفت معه وفت رجالة فتديني استقلال المغرب بإحلام طبعا في ميته الكنافة نايم في ميته السملح ده محمد الخامس ده نايم في ميته السملح ما ديش دوع بحاجة أصلا السلطان أول إن أزعى والله عمد زيكم عمد زيكم إنتو كده اللي هو إيه؟ لا شاء الله حسين الله حسين أنهم محمد وأرنسا بتصرم يا ابني وزير التربية التعليم كما نزل باشت عن فيس بيقولك إيه؟ بيقولك إن تأمين امتحانات السنوية العامة بيتكلف حوالي ما يكرم من مليار جنيه وعدد الطالبة اللي تنتحن في الأس bosses العامة حوالي ما يكرم من ستم المغرب من ستمام التالد يعني وإيقام الامتحانات ستمام التالد يكلفي الدولة مليار جنيه فأخير دخلت في تعالت نرزيها لك íدا بس طبعا لا خدم أهلا مليار جنيه عشان تأمن انتحنات سنة الحمى لهم عددهم ستومئة الف طالب. طب ما انتبسك المليار جنيه قسمهم مع ستومئة الف طالب كل طالب هتلع له مية تلاتة وخمسين جنيه. ادي كل طالب سانداوتشي شاورمة. وزود له في التومية. ودي له واحد الكريب. وزود اليال بتاع البيت بتاكلها اسمعني جريسكو دي. ودي له واحد الكنزة يا ضايت. عشان بس بحيبه البيبس. خلاص يا باش خلطت. والله العظيم تلاتة هلي اسألك فاقي عارف لو قلته مع تفاني صار في صحي قسم بلاعات هيوافق عادي. انا ما اكلوا يا عم مسألني بقى الطالب اكتوها انا عارفهم. انا شغال مع دفعة دي من قولها السنوي يعني اواخد الغباء من اوله. يعني اواخد الغباء من اوله. يعني اواخد الغباء من اوله. اواخد الغباء من اوله. والله العظيم يندم سندوقتي شارما واحد كريب او واحد نجريسكو. ومع البيبس ضايت. انت بالنسبة لهم احلى وزير جيت. يا له لو جبتوا لهم واحد ما اجدونرد الشير بوكس. هيفروحوا اوي هيحبوك ا ولا انتحانات ولا نييلة ولا تأمن ولا تقل نفسك انت اقول لك ما عايز مجنغل زي يخش كلية التجارة اللي عايز نجلسك يخش كلية حقوق اللي اياخد شهار ما يخش معنا اداب هيفروحك اصخلص اداب والجرى حقوق هتقعد بقى تقول لي تبك هتب ايه يا عام تب بطري ما لومش غير تب بطري دول خليك مع عام الله استرك قلتلك اهو اللي كان بيحكم لمغرب اسنان الحرب العالميات التانية اسمه السلطان محمد خامس هو السلطان محمد الخامس تحرير المغرب اللي كانت معمولة في مصر في الوقت ده وهو بص مصر في القاهرة هنا كنا نعملين لجنة اسمها لجنة تحليل المغرب احنا منساعدهم من هم يتحرروا ففي واحد مغربي انتقال من مغرب راح لمصر اسمه علالة الفاسك كلام ده كله كانت سنة الحرب العالمية ايه التانية اخر مرحلة من الكفاحية بعد الحرب العالمية التانية واخر مرحلة هيكفحوا فيها كانت بعد الحرب العالمية التانية بعد الحرب العالمية التانية الحتة دي يا ريت كونان اكتبها في النظامة مع بعض بعد الحرب العالمية التانية مصر اكتر دولة هتوقف مع المغرب بعد الحرب العالمية التانية ما خلصت اكتر دولة توقف مع المغرب يمين مصر لما مصر سندت المغرب وساعدت المغرب في الاستقلال ده ادى الى تهور الفرنسيين او ادى الى تهور الفرنسيين الفرنسيين تهوروا عملوا حاجة غلط الحركة اللي غلط لعمل الفرنسيين اللي هم محتلين المغرب قاموا بعزل ونفي السلطان محمد الخامس سنة 1953 يعني بعد مصر عمرت السوارة بتاعتها في سنة يبقى تاني يا من الله اكرمك بعد الحرب العالمية التانية اكتر دولة بتساعد المغرب يمين مصر فمصر لما ساعدت المغرب فرنسا تهورت يجي اسألك يقولك فرنسا تهورت ليه فرنسا تهورت بسبب ان مصر ساعدت المغرب طب فرنسا تهورت عملت ايه نفت حاكم المغرب وقسم السلطان محمد الخامس او بقولك مرة وطين وتلاتة ان محمد الخامس كان واحد من العرب أول ما فرنسا تهورت ونفت محمد الخامس 1953 قالك اشتعلت الحركة الوطنية هو قالك اشتعلت الحركة الوطنية في المغرب الحركة الوطنية في المغرب اشتعلت بالطلع بحاجتين عودة السلطان محمد الخامس للعرش مرة تانية وخروج الفرنسيين من البلاد هو قال لك في الوقت ده حركة الوطنية اشتعلت بيطالبوا بعودة سلطان محمد الخامس وخروج فرنسا نهائية من البلاد طيب حبيب قال بي فرنسا في الوقت ده قلت لك انا حاول وقع بين مين ومين بين العرب والبربر هنقولت لك ان فيه اتنين عشرين في المغرب عرب وايه وبربر زعيم العرب سلطان محمد الخامس هو حاكم المغرب كلها زعيم البربر واحد اسمه الجلاوي الزعيم البربر ماذا؟ الجلوي الجلوي زعيم البربر أعلن انضمامه للحركة الوطنية الجلوي زعيم البربر المفترض يجدم المحامد الخامس ان النفع المهد stepping لا هذا هو اللذي كان يكون هنا هو من 게طالب عن عودة السلطان محمد الخامس لكن فرنسا شعرت economics فرنسا شعرت فرنسا ب Ärmog حيث ب Ärmog فرنسا تشعري باكر summar Ты السفر لماذا لما تم زعيم المغرب الم fuck هنا باربر القاة وحدة الصف المغربي ما فيش فرق بين عرب وبربر الجلوز يعني بربر هو اللي نزل هو اللي قادة الصورة هو اللي قال لك أنا هنزل أساعد في تحرير المغرب وهو اللي طالب عودة سلطان محمد الخامس آخر حتة عشان يكون خلصت المغرب قال لك يا باشا اضطرت فرنسا اني أتخرج برا المغرب سنة 1956 تم إلغاء الحماية من المغرب 1956 وتم إلغاء الحماية الأزبانية من منطقة الريف 1956 وتم إلغاء الإدارة الدولية من منطقة طنجة 1956 كده بقى منطقتين فرنسا محتل آنها مرتانيا وجبوتي مرتانيا هتاخد استقلالها 1960 وجبوتي هتاخد استقلالها 1967 لحتة الأخيرة التاني بعد الحرب العالمية التانية أكتر دولة ساعدت المغرب يه مين؟ مصر نتيجة اللي مصر ساعدت المغرب الفرنسيين يطوروا فنفو محمد الخامس وعزلوه عزلوه الأول بعد كأنفوه سنة 1953 هنا اشتعلت الحركة الوطنية واللي صدم فرنسا ان اللي انضم للحركة الوطنية زعيم البربر زعيم البربر ده اسمه ايه زعيم البربر ده اللي اسمه الجلاوي وهو اللي طالب بعودة سلطان محمد الخامس هنا فرنسا حسد بخيمة أمل انه مش هتفقع بالعرب والبربر طب تاني يا مستر حتة دي لما زعيم العرب اتنفى البربر هم اللي نزلوا وطالبوا بعودة محمد الخامس ففرنسا حسد بخيمة أمل لحد ما فرنسا اضطرت لان استقلال مغرب مع ده مرة تانية استقلالها 1967 وجيبوتي استقلالها 1977 ننتقل بالحطة التانية اللي هي احتلال ايطاليا لليبيا شباب بعد ما اتكلمنا عن احتلال فرنسا للمغرب نفو الدوقت نتكلم عن احتلال ايطاليا لليبيا بس موضوع ايطاليا لليبيا ده اللي دخلة ايطاليا لسه محققة وحدتها يعني ايطاليا اصلا زمان كانت متوحدة ايطاليا كانت زمان عبارة عن اشباه وجزر كل جزيلات تحكم نفسها ايطاليا لسه متوحدة ودولة متوحدة مش متوحدة لانه متوحد لو هو مجنون لا دولة واحدة من سنة 1259 لحد 1270 ايطاليا حققت وحدتها في الفترة دي ايطاليا اول ما حققت وحدتها كان عندها هدف انها تكون امبراطورية استعمارية اول ما توحدت كان عندها هدف والاستعمار على طول الناس عارفها هدفها اول ما بقت ايطاليا دولة واحدة وتوحدت ايطاليا اول ما حققت وحدتها كان عندها هدف انها تكون امبراطورية استعمارية ايطاليا اول ما فكرت تستعمر اماكن اتجهت نحو منطقة اسمها شرق افريقيا ايطاليا اول ما جات احتلت اماكن تأتي منطق zweite أسماء شركة آفريقية و تناكس منطقتين اريتريا والثومان ايها كانتכול رفيا تحتلت منطقتين في شركة آفريقية ما هو هم؟ اريتريا والثومان ايها ثانية ايها comkarققة واحدتها في الفترة من Muiton59 لحد princess واحدة ايهاavait محاقة واحدة ف facialinkles تكون المقرفة كمُلطة向 said عاجز تكون المقرفة إمبراطورية استعمارية مين؟ عاجز اتكون المقرفة رفى الشراف افريقيا هبقى طاليا عايزة تكون إمبراطوريه ستعمريا في الشرق آفريكيا طب حبيب قلبي أترك إيطاليا عايزة تكون إميراتوريا السعمارية في شرق أفريقيا فأول منطقتين احتليتهم إريتريا والصمال قالك بعد كده إيطاليا احنا عارفين يعني من درس القبل اللي فات إيطاليا كان نفسها في إيه في تونس واللي أخدت منها تونس هي مين فرنسا في مؤتمر اسمه مؤتمر برلين وشرحنا مؤتمر برلين وقالتنا لفرنسا أخدت تونس واللي خرجت زعلانا مش واخدها أي حاجة يا إيطاليا مع علينا هي قلت لك إيطاليا أول ما حققت وحدتها عايزة تكون إميراتوريا السعمارية إيطاليا راح تحتلت منطقتين إريتريا والصمال كان نفسها في تونس معرفتش تاخد تونس عشان أخدت على أفاها في مؤتمر برلين واللي أخدت منها تونس هي مين فرنسا أول ما إيطاليا حاست أن فرنسا بتاخد أماكن كتير قال لك موقف إيطاليا من فرنسا أول ما إيطاليا أخدت على أفاها في مؤتمر برلين وفرنسا علمت عليها واخدت منها تونس ايطاليا عملت حاجتين ايطاليا اول ما خرجت من مؤتام برلين عملت حاجتين ايطاليا طبعا خرجت من مؤتام برلين مقموصة عملت ايه اول حاجة انضمت للتحالف الالماني النمساوي ايطاليا انضمت الالمانيا والنمسا ضد فرنسا سنة 1882 يبقى ايطاليا سنة 1882 اول ما اهرجت من داقة من مؤتام برلين طيب مستر أعلم أنت تتحسين وأنا أقول لك كلمة برلين دي زي عادل شكل كده برلين زي عادل شكل يبقى تلقي من الله أكرمك قلت لك فرنسا خرجت من داقة مؤتمر برلين بسبب ان انتخب منها تونس واللي علمت على الايطاليا وأخدت منها تونس هي مين فرنسا ايطاليا خرجت من داقة في عاملة حقتين أول حاجة اتحالت مع ألمانيا والنمسا ضد فرنسا سنة 1882 تاني حاجة من ايطاليا عملت معاهدة سنة 1887 بص الحتة دي بقى ايطاليا عملت معادلة سنة 1887 المعادلة اللي عملتها ايطاليا دي كان بتضم خمس دول مين هم؟ ألمانيا النمسا انجلترا ايطاليا اسبانيا يبقلت لك ايطاليا عملت معاهدة مع خمس دول مين هم خمس دول دول؟ ألمانيا معلش حد المتخلف على كلهم بيتصل قلت لك ايطاليا سنة 1887 عملت معاهدة مع خمس دول مين هم؟ ألمانيا، نمسا، انجلترا، ايطاليا، اسبانيا المعاهدة دي سنة 1887 عملتها ايطاليا هي وكم دولة دول قالوا فيها ايه؟ انهم هيقفوا قدام اي توسع فرنسي اهو الناس دي وقفة قدام اي توسع فرنسي ما فرنسا مش معاهم فهم عاملين الاتفاقية ضد فرنسا قالوا يا جماعة احنا وقفين دي دقيقة اي توسع فرنسي سواء في مراكش او ليبيا ليبيا اللي هو ممكن يقول عليها ترابوس يبقى سنة 1887 قالوا يا جماعة احنا وقفين دي دقيقة اي توسع فرنسي احنا هنمنع ان فرنسا تاخد مراكش اتاخد ليبيا يعني ممنوع انها تاخد اي منطقة في شمال افريقيا ما خلاص فرنسا اخدت جزائر وتونس فكفية عليها قوي فاقطاليا لما طلعت مدام وتم برلين وفرنسا علمت عليها رح تعمل حاجتين انضمت لتعالف المانيا والنمسا 1882 وسنة 1887 عملت معاهدة المعاهدة لعاملتها اقطاليا سنة 1887 بتهدف لايه بتهدف الا ان مفيش اي توسع فرنسي في مراكش وليبيا ان فرنسا ما تروحش تاخد مراكش ولا ليبيا طب ثاني واحدة مستر ما انت لست الدرس اللي فاده على طول شرح ان ايه فرنسا اخدت مراكش يعني ان ان قلت فرنسا اخدت مراكش سنة 1912 وهنا المعادل دي سنة 1887 كان لسه اي طاليا وفرنسا ما تصلحوش هنا اي طاليا كانت ملدائة من فرنسا فراحت عملت مع الدول دي وقالت لهم يا جماعة ممنوع ان فرنسا تاخد مراكش او ليبيا عشان نوقف تأسواتها في شمال افريقيا اخر حاجة ان هنا ايطاليا بدأت تحط عينيها واخر حاجة عمرتها ايطاليا ان ايطاليا بدأت تحط عينيها على ليبيا ايطاليا بدأت تحط عينيها على منطقة اسمها ايه ليبيا ايطاليا بدأت تحط عينيها على ليبيا وعايز تاخد ليبيا هيبقلبي ايطاليا عايز تاخد ليبيا ليه السؤالة مستر انت عايز تسأله ليه ايطاليا عايز تاخد ليبيا بما تفسر رغبة ايطاليا في استعمار ليبيا بالرغم ان ليبيا تفتكر المغريات الاستعمارية ولا اصح معا كده يعني كيمة ليبيا تفتكر مغريات الاستعمارية ليبيا مفياش ميزة ايطاليا انت عايزة تحتل ليبيا ايه ليبيا اصلا مفياش اي ميزة ليبيا دولة فاضية مفياش موارد انت عايزة تحتل ليبيا ليه بما تفسر رغبة ايطاليا في احتلال ليبيا بالرغم ان ليبيا تفتكر مغريات الاستعمارية قال لك رقم واحد طردية مؤقتة لها تحفظ لها كرامتها الدولية إيطاليا عايزة تحتل أي منطقة عشان كده كرامتها الدولية تهانت كرامتها هانت بعطرت في الأرض زي كده بالضبط كل يوم يغلط فيكي بس انت تأخذي موقف تروح تقولي له أنا أسفل كل يوم كرامتك بتبعطر وآخر يوم بتبعطريها أكتر لما تروح تأسفيله طبعا تعرف أنا بتكلم عن مين يا جازمة قديمة فقال لك ليه إيطاليا نفسها تحتل ليبيا إيطاليا نفسها تحتل ليبيا ترضيها مققتة لها ولكن انت تفرج عليها لازم أهزأك لازم أديك جملة كده ومشكلة في حاجة مستفزة لازم تهزأ وتتحك يعني عندي كده ثلاث بنات بس مش هول اسموهم يعني باهضوا معي في سنة ريليوبلس كده ثلاث متخلفين عقليا أهزأهم يتحكوا أهزألهم يقودوا يتحكوا يموتوا عرصوهم يتضحكوا ومشعرف إلي إيطاليا ممتع يعني بهزأت بقى مسحبوا كرامتك للأرض هاي 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 يا بارد طبعا البارد يعرف نفسه تمام معي يا ابن الله يكرمك معي يا حبيب قلبي معي يا بابا هنا هو هنا بشرح بشرح سنوية عمى مجموعة كلية سقوط أبوك تردك برى البيت يا عيلتك كلها تتصل تعرف مطبعك في السنوية العمى يا فشل يا صيح ضايع معي هنا الله يكرمك آه هي دي دي هي دي الطاقة بتاعته مستر واحد يقول مستر انت دي ما تدناش طاقة إيجابية لا يا ماما احنا هنا مديش طاقة إيجابية احنا هنا مندي بالقلم على طول هنا مندي ملاحق مندي كحك لديك الصغير داخل علينا خلاص لديك الصغير قبل امتحنات بشوية وانت وقت تقول الجحك الكحك فتكره وانت عملت تقول الكحك تعال عيد فتكره معك يا حبيب قلبي تعال يا ابني انا معي الله أكرمك قلتلك ليه إيطاليا طبعا أنا آسف قبل مشروح بس أنا عارف حقك عليها ما كنتش عارف اكمل حصة لما انديك الطريحة بتاعت كل ايه مرة دي يعني مش تحالا عامل حصة مغير ما إيه مغدك في النوص كده اختفك شويا ليه إيطاليا عايزة تحتال ليبيا وهي تفتكر مغريات الاستعمارية ليبيا ما فيش أي ميزة طب إيطاليا انت عايزة تحتال ليبيا ليه قالك ترضيها مؤقتة لها تحفظ لها كرمتها الدولية حاجة ترضيها بشكل مؤقت وتحفظ لها كرمتها قدام الناس كلها تانية حاجة ان ليبيا هي الدولة الوحيدة الغير مستعمرة في شمال أفريقيا ليبيا هي الدولة الوحيدة اللي مش وقعها تحت الاستعمار في شمال افريقيا فلك ليه ايطاليا عايزة تحتل ليبيا ايطاليا عايزة تحتل ليبيا ترضيئة مؤقتة لها تحفظ لها كراماتها قدام الناس تاني حاجة ان ليبيا هي الدولة الوحيدة اللي مش مستعمارة في شمال افريقيا تاني حاجة كرب ايطاليا من ليبيا ان ايطاليا وليبيا ايه قريبين من بعض والاتنين اصلا قريبين من بعض في بعض الاماكن يعني في بعض المواقع اللي اتنين فيها ورامين من بعض اخر حاجة ان ممكن الليبيا دي تبقى راس حربة لمستعمرات ايطاليا فيما بعد يعني ممكن الليبيا اللي مش عاجباتكم دي ممكن تبقى هي بعد كده نقطة الانطلق ليا مش مهم هبدأ صغيرة واخد ليبيا بس بعد كده ممكن انطلق واحتل اكتر من مكان فالك ايطاليا عايزة تحتل ليبيا عشان اربع عزباب اول حاجة ترضيها مؤقتة لها تحفظ لها كراماتها الدولية تاني حاجة الليبيا هيدالوها الوحيدة لغير مستحورة في شمال افريقيا قرب ايطاليا من ليبيا واخر حاجة ممكن تبقى راس حربة ليها يعني ايطاليا بتقولك ان انا محط جيشي في ليبيا ممكن جيشي ده تحرك لأكتر من مكان هيبقلبي النقطة التالتة قالك قرب ايطاليا من ليبيا دي اسباب جغرافية النقطة الرابعة قالك راس حربة ليها فيما بعد دي اسباب عسكرية فيها مشكلة حدنا ايطاليا قبل ما تحتل ليبيا اول حاجة تعملها هي الصفقات الاستعمارية يعني كنت الصفقات الاستعمارية تاخد موافقة الدول الكبرى اول حاجة ايطاليا تعملها تعمل صفقات استعمارية تاخد موافقة الدول الكبرى اول حاجة اخدت موافقة من همين اول حاجة اخدت موافقة انجلترا واسبانيا يبقى اول صفقة عملية ايطاليا اخدت موافقة انجلترا واسبانيا قالت انجلترا واسبانيا انا عايزة اروح اخد ليبيا قاله لا اخديها كده كده أصلا ليبيا مفهاش إيه مفهاش مغريات روح أخديها ثاني صفقة عملتها عملتها مع روسيا ودي مهمة بقى ثاني صفقة عملتها أطالي عشان تنفيرت بليبيا عملتها مع مين؟ مع روسيا لما قالت لروسيا يا روسيا خدي المضايق التركية أو يا روسيا خدي المضايقين اللي في تركيا اللي هو مضايق البسفور ومضايق الدردنيل واللي تنضل مكانهم في البحر أو على البحر المتوسط يبقى طالي عملت صفقة مع روسيا لما قالت لروسيا خدي المضايق التركية اللي هو مضايق البسفور والدردنيل اللي على البحر المتوسط وسبيني أنا نفيرت بليبيا طالت صفقة عملتها عملتها مع فرنسا سنة 1902 لما قالت لفرنسا خدي مراكش وسبيني أخد ليبيا يبقى طالية أول حاجة عملتها في ليبيا قبل ما تعمل مشروعات وقبل ما تحتلها أول حاجة عملتها عملت صفقات استعمارية اول حاجة عملتها عملت ايه اخدت موافقة الدول الكبرى يجيب لك سؤالي يقول لك اول خطوة اخدتها اقطاليا نحو اتجاه ليبيا او اول خطوة اخدتها اقطاليا اتجاه احتلال ليبيا اول خطوة عملتها اقطاليا ان هي اخدت موافقة الدول الكبرى اكتب الكلام اللي انا بقوله اول خطوة عملتها اقطاليا ان هي اخدت موافقة الدول الكبرى اللي اسمها الصفوقات الاستعمارية عملت صفقة مع انجلترو اسبانيا بعد كي عملت صفقة مع روسيا لان روسيا كانت معنا في حيثتين في تركيا وانيك البسفور الدردانيل عشان تطلع على البحر المتوسط اخر صفقة عملتها مع فرنسا 1902 لما قالت لفرنسا خدي ايه مراكش قال لك طباشا حتة اللي جاية ازاي ايطاليا تحتل بيا الطريقة اللي ايطاليا تحتل بيا ليبيا قال لك اول حاجة ايطاليا خططت ايطاليا انها يكون عندها مشروعات في ليبيا اي ايطاليا خططت انها يبقى عندها مشروعات في ليبيا عشان تقولك انا دخل احمي مشروعاتي يبقى لك ايطاليا خططت يكون عندها مشروعات في ليبيا فعملت ايه اول حاجة عملتها عملت بنك في ليبيا اسمه بنك دي روما او عملت بنك دي روما اي اول حاجة عملتها انها عملت مشروع اقتصادي اسم بنك دي روما تاني حاجة عملتها زودت من البعثات التبشيرية الكاسوليكية اي زودت من البعثات التبشيرية الكاسوليكية لو عادت المسيحين اللي بيروحوا فين? ليبيا تنتظر عملت مدارس ايطالية حديثة يبقي تانية من الله أكلمك ايطاليا خططت ان هي يكون صاحبة مشروعات في ليبيا عملت في ليبيا كجا مشروع وده مشروع اقتصادي عملت بنك ايطالي في ليبيا اسمه مشروع اقتصادي زودت عادة المسيحين اللي موجدين في ليبيا دي ناحيا دينية زودت عادة المدارس الايطالية الحديثة دي كده حاجة ثقافية يبقى لك ايطاليا خططت تكون صاحب المشروعات في ليبيا قالك بذلك اوجدت ايطاليا الزريعة قالك بكده ايطاليا لقيت الزريعة لقيت الحجة لا تخش تحتل بها ليبيا الحجة لا تخش تحتل بها ليبيا تقول لك انا دخل احمي المشروعات بتاعتي يبقى لك بذلك اوجدت ايطاليا الزريعة لقيت الحجة لا تخش تحتل بها ايه ليبيا لقيت الحجة لا تخش تحتل بها ليبيا تقول عملت مشروعات طيبسي اي طاليا .. سنة 1911 وجهت انظار للسلطان العصماني بتقول السلطان العصماني قولة عند إذنك أستأذنك إن أنا خذه ليبيا وإيYa خلى أحمي المستعمرات أو أخرج ليبيا لكي احمي المستعمرات umming لكن السلطان العاصمان رفض ابات طاليا لا ن mismaحق لأأملكة لديك para ليبيا وليس للك لا ا Roosevelt قررت準 يذهب لليبيا وقعدت طاليا تحضر مشروعات في لبيا بعد ما عملت المشروعات بعتت رسالة لمين للسلطان العثماني ان انا اخش ليبيا احمي مشروعاتي السلطان قال لها لا يا ايطاليا متخشيش ليبيا ومشروعاتك انا احميها لك هنا ايطاليا قررت تخشي تيجب على ليبيا طب باشا معي بقى الله اكريمك هنا مصر هنا البحر الأحمر هنا شبه الجزيرة العربية هنا في حتة اسمها اليمن وهنا ليبيا صح كده تمام ايطاليا قررت تخشي تيجب على ليبيا فهو القسطول الايطالي على شاطئ ليبيا من برا حيبقى لبي لما ايطاليا دخلت اجمت على ليبيا موقف السلطان العثماني كان ضعيف عجزت الدولة العثمانية في الدفاع عن ليبيا ضد ايطاليا الدولة العثمانية مرحلش يدفع عن ليبيا ليه الدولة العثمانية مرحلش يدفع عن ليبيا لان السلطان العثماني كان سحب كل جيشه من ليبيا وده اليمن السلطان كان ساحب كل جيش من الليبيا و هذا في؟ اليمان عشان يحارب إمام اليمن ايه كلمة يحارب إمام اليمن يعني يحارب حاكم اليمن wannabe السلطان عثماني هو اللي كان ساحب كل الجيش من الليبيا و و stations yaki seحارب إمام اليمن فالسلطان المحب يرودي جيشو و قالوا ما يروفي عجيش اخوك عن طريق البحر بسية بعرفش عن ابتاول式 بينبسي بسبب ان ايطاليا كانت محاصرة شواطئ ولما أريد السلطان كان يتسحب جيشه من ليبيا مؤده في لابن ؟ جيش من ليبيا ويوديه فيه اليمن اخبرت انجلترا رفضت البإجيزة في ال mild father who came back to me ولا ناحية البحر، ولا من ناحية البر بعرفيتش ترجع جيشها لليبيا ولا عن طريقة البحر، ولا عن طريقة البر ليه أعرفيتش ترجع البحرسم؟ بسبب ايطاليا محصرة الشواطئ وكماً ايطاليا كانت محاصرة بعض منجزر لا يسمى جزر الأرض دي كان glutanyz ودي كان جزر تبيع للدولة العثمانية فسلطان العثماني أن STARكر وجفته بسبب اسبب ان ايطاليا محاصرة الليبيا ومحاصرة الجزرم كانت مستمع LIBA بسبب ان انجلتوري كانت محتلة ايه؟ مصر فيه امن مشكلة حدنا تمام هي اطاليا جماعة وجدت انزور للسلطان سنة كام 1911 قالت للسلطان عثماني احنا بنقول لك داخلين احمي مشاريعنا قال لا لا مش هينفع الله انا احمي مشاريعك فاطاليا استغلت الفرصة ودخلت هاجمة عليبيا واحتلتها هي دخلت هاجمة عليبيا واحتلتها معتمدة او اللي افادها في كده ان السلطان عثماني بيحارب فين؟ في اليمن اللي خلى ليبيا تخش بسئولة او اللي خلى اطاليا تخش بسئولة تحتل ليبيا ان هي عارفة ان السلطان عثماني مشغول في حروبه مع حاكم اليمن فرق طبعا اطاليا في الوقت ده داخلت ليبيا وعرفت تسيطر على ثلاث اماكن عرفت تسيطر على ترابلوس وبني غازي وحتى اسمها دارنا يبقى اطاليا لما داخلت ليبيا سيطرت على ثلاث اماكن سحلية اطاليا لما داخلت ليبيا سيطرت على المدن السحلية يعني كلمة سيطرت على المدن السحرية سيطرت على المدن اللي بتطلع البحر اللي هو ترابلوس وبنيغازي ودرنا أعيد لك حاجة؟ لا مش هعيد رجع على الفيديو تمام؟ بص يا نجمال ذاكرمك أنا دقتي قلت لك أن إيطاليا لما داخلت ليبيا احتلت ثلاث أماكن إيه الثلاث أماكن اللي احتلتهم؟ درنا وبنيغازي وترابلوس حبيب قلبي قال لك قدام شوية كان في قبيلة اسمها قبيلة السونسية قبل ما أقول لك قبيلة السونسية أعزي أقول لك على حاجة معلش فالسلطان العثمانية أو الدولة العثمانية عارفت ده دافع عن ليبيا؟ لا ما عرفتش الدافع ليه السلطان كان سحب كل جيشه من ليبيا وده اليمن ولما حاب يرجع جيشه عن ترقيل البحر ما عرفش ولما حاب يرجع جيشه عن ترقيل بره ما عرفش فقال لك يا ابني في الوقت ده وركز لقاب الحتة اللي جادي وقع عبء المقاومة في ليبيا على العشائر العربية مين هم العشائر العربية اللي هي القابائل العربية فالك وقع عبء المقاومة في ليبيا في الوقت ده على العشائر العربية مين هم العشائر العربية اللي هم القابائل العربية القابائل العربية يقول لهم وإيه؟ هم اللي يقاوموا وطبعا القابال العربية مش هين في حطفوا قدام ليبيا القابال العربية دي ولا معها مال ولا معها سلاح يبقى طالعا لما تخش تحتل ليبيا مش هتلاقي السلطان السلطان كان في اليمن فهنا اللي هيقاوم إيطاليا في احتلالة ليبيا وما القابلة العربية اللي عايشين في ليبيا والقابلة العربية دول ولا معهم سلاح ولا معهم فيه فلوس قالك فخلي بالك ان فيه في الوقت ده قبيلة في ليبيا اسمها قبيلة السونسية قبيلة السونسية والسونسيين دول كان عندهم نفوز والشعب اللي بيقوله بيحبوهم حيبال بيقولتلك ان إيطاليا داخلت احتلالة ليبيا فيه قبيلة قوي مشهورة في ليبيا اسمها قبيلة السونسية فقالك وقع عبء المقاومة في ليبيا على قابلة السونسية الناس الوحيدة لقاوم الاحتلال الايطالي في ليبيا هي قابلة السونسية ليه؟ اشمعنا القابلة دي بالذات هي اللي هتواجه الاحتلال الايطالي في ليبيا قالك لان قابلة السونسية بتتمتع بنفوس قوية في منطقة بركة ودي حتة داخل الاراضي الليبية جوة خلي بالك ان انت برضو مش عايز تفهمه ان ايطاليا احتلت في ليبيا المدر السحلية يعني إيطاليا في ليبيا أخدت المدن الساحلية بس اللي هي بني غازي وترابلوس وإيه ودرنا قالك دول مدن الساحلية اللي أخدتها دقاطالها إيه في ليبيا في قبيلة مشهورة قوية في ليبيا اسمها قابلته السنسية فلك وقع عبء المقاومة في ليبيا على قابلته السنسية ليه لأن قابلته السنسية دي هي اللي كان لها نفوز وليها قوة في منطقة برقة تاني حاجة لما قامت الحرب العالمية الأولى واحنا عارفين طبعا الحرب العالمية الأولى اللي اشتركت فيها الدولة العثمانية لما قامت الحرب العالمية الأولى احنا سخنا فقلنا نعمل حركة وطنية علشان نخرج الاحتلال الإطالي بره ليبيا آخر حاجة إن الشعب الليبي كله بايع كلمة بايع دي يعني وافق وايد إن اللي يمسك حكم ليبيا أو اللي يمسك حكم منطقة برقة واحد اسمه محمد إدريس السنوسي اللي انت ورد مش عايز تفهمه بيقولك إن أكتر قبيلة أو المقابلة اللي يقع عليها بالمقاومة هي قبيلة اسمها قبيلة السنسية طب ليه قبيلة السنسية دي لازم هي لاتواجه الاحتلال الإطالي عشان القبيلة دي لينفوز في برقة خلاص تاني حاجة لما تقوم الحرب العالمية الأولى القبيلة دي تستغلي فرصة الحرب وقت حاول التخلص من الاحتلال الإطالي آخر حاجة إن كل الشعب الليبي بايع ووافق إن اللي هيحكم منطقة برقة هو محمد إدريس السنوسي يامني خلي بالك إن إطاليا مش محتلة برقة إطاليا محتلة بني غازي وطرابلس وإيه ودرنة فالكم مبايعوا إن اللي هيمسك حكم ليبيا هو واحد اسم محمد إدريس السنوسي طب أسألك سؤال لما الشعب الليبي كله يقايد إن واحد بس هول يمسك يعني الشعب من أسامش الشعب من أسامش بسا حول محمد إدريس وحول عمر مختار لا الشعب كله وافق وإحنا كلنا موافقيد إن اللي يمسك واحد اسم محمد إدريسي السنوسي ده بيدل على توحيد الصف الليبي ده بيدل إن الصف الليبي كان صفي متوحد إن كلهم بقيعهم محمد إدريس السنوسي الكلام ده كله كويس لحد ما هيجي شخصية أو هيجي واحد يمسك حكم إيطاليا اللي يمسك حكم إيطاليا في الوقت ده وحد اسمه مسوليني طبعا في ناس قارفهم مسوليني questão tie مسوليني ده جماً واحد يمسك حكم إيطاليا مريش دعب ليبيا عumm sente ايطاليا هيمسك حكمه واحد اسم مسوليني الموسوليني أول ما مسك حكم إيطاليا أعلم ثلاث حيات أول حاجة قالك إيه أنا بسعى لإحياء الإمبراطورية الرومانية الرجل ده جماعة عايز يرجع عقام بقى إيه رومانيا وعايز يرجع عقام أجداده والراجل ده مجنون شوية قالك أنا بسعى إلى إحياء الإمبراطورية الرومانية أنا عايز أعمل إمبراطورية الرومانية مش عايز حتل بلد أو اتنين أنا عايز أعمل إمبراطورية كاملة خلي بالك سبب أن إيطاليا ترجع مرة تانية وعايز أتفكر تعمل إمبراطورية لما مسك الحكم واحد اسمه ايه مسوليني لما تغير نظام الحكم في ايه في ايطاليا ومسك حكم ايطاليا واحد اسم مسوليني هنا ايطاليا بدأت تفكر ان هي ترجع امجاد الامبراطورية الرومانية تانية حاجة مسوليني ده قالك ان البحر المتوسط وبحر ايطالي مسوليني قالك يا جماعة البحر المتوسط وبحر ايطالي ملك ايطاليا واي دولة المفروض تطلع على البحر ما لايش اي حق فيها والبحر المتوسط واي سفينة تعدي في البحر المتوسط المفروض من البحر ده ملك أنا هو دماغم ريحة شوية آخر حاجة موسليني قال لك وديه اللي تهمنا قال لك إن ليبيا جزء لا يتجزى من إيطاليا يعني كلمة ليبيا جزء لا يتجزى من إيطاليا قال لك إن ليبيا دي بتاعتي وليبيا دي حتة من إيطاليا هو موسليني اللي مغل أده فموسليني أول ما مسك حكم إيطاليا أعلى من ثلاث حاجات قال لك أول حاجة أنا بسعى إلى إحياء الإمبراطورية اللومانية ثاني حاجة إن البحر المتوسط هو بحر إيطالي ثالث حاجة قال لك إن ليبيا جزء لا يتجزى من إيطاليا يعني ليبيا دي حتة من إيطاليا فبالتالي بدأ موسليني يهجم على كل المقاومة وأي حد كان بيفكر يعمل مقاومة في ليبيا كان بيمسكه ويعدمه زي مع عدم واحد اسمه عمر المختار وطبعا أنا بشجع الناس كلها أنها تخش تتفرج على فيلم عمر المختار هيشوف فيلم محترم ويشوفوا دراما مش قسم مش دراما هيشوفوا قصة حقيقية محترمة بدل هالس اللي انتو بتتفرجوا عليه فقال لك يا نجم في الوقت ده موسليني أول ما مسك حكم إيطاليا أعلن ثلاث حاجات موسليني أول حاجة قال لك أنا بحية أو عايز أحية الإمبراطورية الرومانية عايز أرجع إيام أجبادي ثاني حاجة إن البحر متوسط وبحر إيطالي ثالث حاجة قال لك إن ليبيا جزء لا يتجزى من إيطاليا خلي بالك إن الإمبراطورية الرومانية اللي أرجع أحييها مرة تانية هو موسليني بسبب تغيير نظام الحكم يعني لو نظام الحكم وكانش يتغير موسليني ده مكانش يمسك فلما تغير السلطة الحاكمة لما تغير نظام الحكم ومسك موسليني هو اللي كان حايز يرجع الإمبراطورية الرومانية لحد ما قال لك إن ليبيا جزء لا يتجزى من إيطاليا وبدأ يجب على المقاومة وكل أسلحته زي ما مسك واحد عدم واسمه عمر لإيه؟ المختار سألني سؤال أخير قال لي بما تفسر ضعف المقاومة الليبية ليه المقاومة الليبية كانت ضعيفة؟ ليه الشعب الليبي ما عرفش يقاوم ويحرر نفسه بسرعة بسبب أول حاجة إن كان فيه واحد اسمه جرازياني جرازياني ده كان شخص إطالي جرازياني ده جماعة كان بيتعلم مع الشعب الليبي بكل وحشية جرازياني ده كان بيتبع سياسة الإعدام والتعذيب الراجل ده كان بيمسك الناس يعذبها قدام أهلها فلكن الشعب الليبي كان بيخفي قاوم كان بيخفي قاومة بسبب واحد إطالي كان بيعذب أي حد بيقاوم اسمه جرازياني تاني حاجة طبعا إن إطاليا في السلاح متفوقة مليون مرة متفوقة أكتر من مرة على الشعب الليبي تالت حاجة وديني مهمة جدا إن مفيش أي دولة كبرى بتعترض كل دولة كبرى شايفة إطاليا بتعذب الشعب الليبي مفيش حد بيعترض كل الدولة الكبرى عايزة تكسب صداقة إطاليا حتى لو على حساب حرية الشعوب يعني كل شعوب العالم وكل دول العالم شايفة إطاليا بتنتهج حقوق الشعب الليبي كل شعوب العالم شايفة إن إطاليا بتعذب ليبيا فيش حد بيعترض فيش حد بيعترض ليه كله عايز يكسب صداقة إطاليا محدش يعترض على إطاليا بتعمله لأن إطاليا في الوقت دا كانت من أقوى دول العالم ففي الوقت دا كله كان عايز يكسب صداقة إطاليا حتى لو على حرية الشعوب خليب أنا أقولت لك إن كان فيه قائد أو كان فيه واحد بيعذب الشعب الليبي اسمه جرازياني جرازياني كان بيعزب الشعب الليبي بقلب وجرازياني كان بيعزب الشعب الليبي مش هامو حد لانه يعرف انه محدش يعترض جرازياني يا جماعة كان بيتطبع مع الشعب الليبي سياسة الاعدام والتعذيب وسياسة العنف وكان بيعادم الناس قدام اهلها وعارف انه مفيش اي حد يعترض لان الناس كلها في الوقت ده عايزة تكسب صداقة مين ايطاليا حتى لو على حساب حرية الشعوب الكلام ده كله حلو لحد ما هتقوم الحرب العالمية التانية كلم ده كله قاس لحد ما تقوم الحرب العالمية ايه التانية لما قامت الحرب العالمية التانية حين عارفين ان سبب الحرب اصلا سبب الحرب العالمية التانية ان ايطاليا احتلت منطقة اسمها ايه الحبشة 1935 لما حد يسألني ان سبب الحرب العالمية التانية سبب الحرب العالمية التانية ان ايطاليا احتلت الحبشة واصلا كانت محتلة منطقتين حتة اسمها اريتريا وحتة اسمها الصومال يبقى كده ايطاليا محتلة الحبشة وكانت محتلة اريتريا وكانت محتلة الصومال يعني كده رايبة من حيث اسمها وادي النيل ده كان سبب كيام الحرب العالميات التانية يبقى المحد يجي يسألني عن سبب كيام الحرب العالميات التانية قوله ان ايطاليا احتلت الحبشة وهي كان معها اريتريا وكان معها الايه الصومال وده شكل خطر على مستعمرات انجلترا في واضي النيل ده انجلترا اللي كانت مستعمرة واضي النيل فهنا قامت الحرب العالميات التانية طب باشا هنا مصر صح مين محتلة مصر؟ إنجلترا الناحية الثانية هنا من مصر في ليبيا مين محتلة ليبيا؟ إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية اتغذت إيطاليا من ليبيا كاعدة الغزو مصر هقول لك وفاهمها لك بالروحة بس أثناء الحرب العالمية الثانية اتغذت إيطاليا من ليبيا كاعدة الغزو مصر يعني الجيش الإيطالي اللي في ليبيا كان بيهجم على الجيش الإنجليزي اللي موجود في مصر فهنا انجلتيره تعلمت اهمية ليبيا وهنا انجلتيره تعرفت ان ليبيا بتاهميم وقوع مصر من ناحية الغرب مش هنا الاول تتكلم لك ان ليبيا ما لقم اي ميزة ان ليبيا لا لقيميزة بالنسبة لكل الدول لكن هنا اكتشفنا ايطاليا كانت بتاخد جيشها بتاع ليبيا للجيش الانجليزي موجود في مصر فألك ااستناء الحرب العالمية التانية اتغذت ايطاليا من ليبيا قاعدة عسكرية لغزو مصر ان الجيش الايطاليب ليبيا كان بيهج مع الجيش الانجليزي اللي موجود في مصر يبقى ايطاليا كانت زاكية لما حطت الجيشها في ليبيا علشان تاخب منه قاعدة عسكرية في افريقيا يبقى ايطاليا حطت الجيشها في ليبيا علشان تاخب منه قاعدة عسكرية في افريقيا قالك لما قامت الحرب العالمية التانية سبب الحرب العالمية التانية ان ايطاليا احترقت لحبشة لما قامت الحرب العالمية التانية الجيش الايطالي اللي في ليبيا كان بيهج مع وإنما حقا له جيش الإجليزي موجوهو في مصر. فلو谢谢 انتخذت oursenses من ليبيا. كيف حقا؟ مصر. منذ طبعا بحقا. الجميع الت까요мотрите الحرب العلمية الثانية. انتهت بخسارة ليبيا. عادة ليبيا . الحرب العلمية التانية. انتهت بخسارة إيطاليا. خسرت دولو gauche للمحور لأيطاليا وألمانيا. والذي كزبته الانجلترا. إيطاليا اول Tamara frente الفيديو الخارجة برغة ليبيا. مع أي論ي الله يكرمك حتى أشهر إيطاليا أولما خسرت الحرب العالمية من المنف كذا يقسم ليبيا أين بمين؟ انجلترا أو فرنسا ومن تمبال يقفت مع ليها؟ في ب體 Clauses نقطب مع ليبيا أو نضيّا استقلالها سنة كام 101 ل بمانضت لبيا أن تتقسم مصر مين كان طمعاً في ليبيا؟ ماهذه؟ إن قولة إيطالية فرنسا طيب erfديث مع هذه محدة سبب الحرب العالمية الثانية إن إيطالية إحتلت الحبشة إيطالية إحتلت الحبشة هذا ميو acordo بال mismos حرف العالمية الجيش الإيطالي اللي في ليبيا كان بيجمع الجيش الإنجليزي اللي في مصر فهنا أول ما خلصت الحرب العالمية الثانية إيطالية خرجت برى ليبيا التي كان طمعاً في ليبيا ماهذا مكنت حراً تسمska من ههم؟ ماليبي اخدت سكرالها التام سنة 1951 كده احنا انتهينا من الباب الخامس خلي بالك اتنهان على اليوتيوب نزلتلك الجزائر ونزلتلك المغرب ونزلتلك ليبيا ان شاء الله كمان يومين هصور لك الجزء الاولاني بتاع الخليج العربي بقى انت كده عندك اربع دول في الباب الخامس نزللك على اليوتيوب اشوفكم على خير السلام عليكم